بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائنا المشاهدين حاجيجنا الميمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا العبادة والأعمال ويجعل خالصة لوجه الكريم إنه ولي ذلك ومولاه إذن كما يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقه في الدين فاللهم فقهنا في الدين يا رحم الراحمين يا رب العالمين خاصة طبعا ونحن نقبل على هذه العبادة لحاجيجنا الميمين إن شاء الله في برنامجكم الحاج المبرور إن شاء الله كما عودناكم أننا نروحوا بين الجانب الروحي الاستعداد الروحي والاستعداد الصحي كذلك والاستعداد اللوجستي أيضا المادي للحاج وكذلك طبعا ما ننشاه والجانب الاستعداد العقلي إن صحت العبارة أو الاستعداد المعرفي والعلمي لعبادة الحاج الأكيد أنه ما نشحنا قلنا بش اللي يمشي حاج يكون طبعا مولم بكل شاردة واردة وفي تفاصيل كل ما كانش بشوالي معاش يستحق بش يسأل ومعاش يستحق بش يسأل على عين المكان الأكيد أنه فهم إن شاء الله من الإطارات الدينية إن شاء الله اللي يتأمنها وزارة الشؤون الدينية حتى تجاوب على الاستفسارات امتاعكم وأسألتكم الفقهية وكذلك طبعا شركة الخدمات والإقامات اللي توفر طبعا الإطار الكفأ في ذلك حتى تسهل كذلك مرافقتكم وأدائكم للنسوك إن شاء الله في أحسن الظروف على المستوى المادي وذلك عليش اليوم بش نراوح بين الجانب الفقهي العلمي النظري وكذلك الجانب العملي الميداني خاصة في حديثنا عن ميناء وأيام التشريق طبعا تحدثنا عن الأحرام تحدثنا عن الطواف تحدثنا عن السعي بين الصفا والمروى تحدثنا كذلك عن عرفة وعن مزالفة وصلنا لمزالفة طبعا ماذا بعد مزالفة طبعا ميناء وأيام التشريق إن شاء الله اليوم هذا نحط فيه مع فضيلة شيخ حافظ العوني شيخ مرحبا بيك مرحبا بيك سيحاب الدكريم مرحبا بالسيد المستمعين والمشاهدين إن شاء الله كالعادة تكون حصة مفيدة للناس الكل وإن شاء الله ربي يبارك للجميع إن شاء الله يبارك الله فيك شيخ حافظ معنا كذلك سيسامي الحلوي نرحبه بي طبعا وهو معنا بممثل عن شركة الخدمات والإقامات وهو كهيت مدير بشركة الخدمات والإقامات شكرا على حضورك وعلى تلبية الدعوة سيسامي الحلوي مرحبا بك مرحبا سي عبد الكريم ونحبا نرحب الشيخ حافظ وبالسادة للمشاهدين وحجيزنا الميامين إن شاء الله برك الله وفيك أكيد نأخذ كثير من التوصيات اللي نحتاجوها خاصة لتذليل الصعوبات اللي تكون خاصة في ميناء نعرفوا أن أصعب فترة في الحجر الحقيقة هي الفترة متاع ميناء وبعد النفرة كما يقولوا هذه أصعب فترة لكن بالعكس يعني فيها الكثير من ذكريات طيبة وكثير من الروحانيات الجميلة اللي إن شاء الله نركزوا عليها إن شاء الله وربي يتقبل مننا إن شاء الله شيخنا إذن حاجمت يعني يوم عرفة وقف بعرفة خرج بعض الغروب وحقق طبعا الوقوف الروكن الوقوف الواجب الساعة ووقوف الروكن مشال مزدلفة وقام بالتوصيات اللي ذكرناها مع الشيخ عزدين ثامر إذن بعد مباشرتان بشي يمشي إلى ميناء إذن في ميناء شنو اللي مطالب به الحاج في التوقيت الساعة ذكرنا بالتوقيت اللي يكون هو فيه في ميناء وقتاشفة النهار ثم شنو اللي يعمل من النسك أول ما يمشي ويدخل لميناء شكرا سيد عبد الكريم بعد ما نزل الحاج بمزدلفة حقق النزول المتاعه اللي تفضلته وتحدثته عليه قبل بش ينتقل الميناء المساحة متاع ميناء تقريبا سبعة كيلومتر مربعة وهي كل الحاجيج بشي يكونوا في نفس التوقيت غديكة بشي يحقوا المبيت متاحهم لهو تقريبا نوصلوا ليلة العيد في الميناء لخيان المرافقين بعد سيسامي يتكلم أنه يخذوا بيوتهم يخذوا فروشاتهم في المخيم ويستقروا ثم بعد بش يكون المنسك متاعنا أول منسك فيه يوم العيد وهو رمي جمرة العقبة وهي سبعة حجيرات صغيرة الحاجة اللي ملقاش الوقت شيخنا الوقت متاحة هي من الفجر إلى غروب الشمس الفجر يعني تقصد به يوم العاشر طبعا طبعا فجر يوم العاشر دعمت على العيد نعم قد نستأنس في مراوحة مع السلطات السعودية وهذا مش نتكلم عليه بالقديم اليوم في رمي الجمار نبدأ برمي جمرة العقبة قد نستأنس أو نأتمر بالأمر أنه إذا كان أمرنا أنه نرميه حتى في الليل يعني على مذهب الإمام الشافعي رو من منتصف الليل بعد منتصف الليل يجوز الرمي رمي جمرة العقبة رمي جمرة العقبة صح سبعة حجرات فقط اللي هي طبعا سبعة فقط سبعة حجرات فقط مرة بركة تنشي بالترمي الحاج اللي ملقاش في مزدلفة حجرات ما يتقلقش ما يقولش أنا هاني ملقيتش حجرات أو الحجيرات موجودة في ميناء ويستطيع أن يلتقطها سبعة حصيات يعني ما يكون المشكبار مصغر ما بين الحمصة وفولة ما بين حمصة وفولة وفي السعي وفي كل مكان رمي بشي يكون معك مرشد ديني فأكثر عقبة تواجه الحاج في ميناء أول عقبة هي أنه يتصور أنه قبل نمشي للعمرة ومشي زار يزوهم مزارات الميناء وشيف ميناء فرق بين ميناء فارغة وبين ميناء معبية وبالحجج رمي تنجم تقول أنت المخيم هاو قريب لرمي الجمرة خليني نمشي ونرجع رمي الطريق المشي ما هو طريق الرجوع صحيح ما تمشي طريق تمشي منه وترجع منه هذا قانون غادي ولازمنا نفهم حجاجنا أنه رغم تقول الشتاء نمشي ونرجع ركي بش تمشي من ثنية بش ترمي جمرة العقبة متاعك بش ترجع للمخيمة ركي بش تدور ثنية أخرى ثنية أخرى تنجم بعيدة جملة على ثنية لولني وذلك عليش لازمك تتبع المرافقين في هذا والمرجدين طبعا خاصة المرافقين اللي هم عندهم يعني هنا المسؤولية في مسألة يعني الطريق وبيان الطريق وثنية منين تكون وغير ذلك وطبعا المرجدين اللي هم يأمنوا خاصة مسألة أداء النسك والمشاعر إن شاء الله وقت اللي ينهزوهم الرمي جمرة العقبة في أغلب الحالات نخرج إطار من الإرشاد الديني أو إطارات من الإرشاد الديني ومعنا وخيانا من المرافقين نعم ونحاول ونكون في قدام المجموعة وفي آخر المجموعة ونكونوا بالأعلام التونسية ثم أعلام تونسي الحاج وقت اللي يبشي يخرج يبدأ مطمئن ديما الحاج خاصة في المشاعر اللي اتكلمتوا عليها أنتم أقبل الحاج النصيحة الأولى للأخرى ابحث عن المجموعة بالنسبة لأعلام ممكن سلطات السعودية في تمنع ولكن في المشاعر قد نستطيع وهم حتى يبعثوا عن سلطات السعودية شكون يكون دليل ويبدأ عنده البانو يبدأ في الأمام ويتبعوه الجمرة متعنا نوصيهم غديكة وتكون غديكة ثم دروس مكثفة الحاج ثم عقبة أخرى أنك ركب بعد عرفة موفيش الحاج مش خطر وقفنا في عرفة يعني كهو وفيت الحاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام منه أيام ذكر وأكل وشرب نعم تأكل وتشرب وترتاح ولكن يجب عليك أن تحاول أن تواضب على ذكر المولى عز وجل وأن تحمد الله على ما من به عليك الحجم تانا رمية جمرة العقبة سبع حصيات نقولوله تقرب برشة للمكان الرمي ما ترميش من بعيد ما ترميش سبع حجرات ما بعضهم هذه تعتبر رمية فقط نعم رميش ترمي في كل رمية بسم الله الله أكبر وترمي باللياد اليوم ويلزم يضربهم في الشخص هكي العمود ولا حتى كما مسش في العمود نعم أحنا ثم المرمة اللي موجودها ذكا ترمي غديكا توصلها للمرمة تقرب مكشئ خطر هو بيدها السلطات السعودية ما تخليش شكون يقف مطول يعني أنت يروا بش تسنح لك الفرصة أنك تقرب لرمي الجامرات بسم الله الله أكبر سبع مرات بش تلقى دمت الزراسك تلقى شكون من الإرشاد الديني ومن المرافقين يستنوا فيك نتلم المجموعة ونروحوا من شيئة أخرى وصلنا رجعنا للمبيت امتعنا بعد رمي جمرت العقبة يعتبر الحاج يجوز له التحلل الأصغر بيه شنو التحلل الأصغر شيخ التحلل الأصغر هذا يجوز فيه أشياء لم تكن تجوز له في حالة إحرام وشنوه الحاجته أهمها أنه ينجم الحاج يلبس اللباس الذي كان قدموني عليه في إحرامي يعني التجرد صحي وهذا طبعا من غير ما نقوله أنه الحاج وقت اللي يخرج من الوتيل من مكة ومشال عرفة رأوا في الساكم تاعه الصغير اللي وصوه لخيان المرافقين ووصيناه للناس كل أنه فيه الدواء متاعه فيها يكون فيه لبسة خطفيني بش ناحي اللباس متاعه بش ناحي البشكير متاعه بش تلبس لبسة متاعك البشكير هذا شيخ ما يطايشوش على خاطر بش يستحقهم بعض أول حاجة ما يطايشوش يعني وذاك رأوا حاجة عزيزة عليك تخليها معاك يعنيك بش يستحقهم بعض يعني ربما في إحرام للعمرة كي ترجع للمكة وتستحفظ عليه يعني وفهمة شكون اللي شفناهم يعني حتى في يتم يعني القاء البشاكر متاعه بطبيعة كنا تكلمنا سي عبد الكريم على الحاج أهم من المنسك وأهم من هذا الكل كيف تتغير خلقه نعم فكيفاش هو حاجة وصل شايف العظمة هذيك الكل ما زالت عنده كل الأمور القديمة الغالطة ما يطايشش بش كيرو ما يطايشش المكلة اللي يمدوا هالو لخيان من المرافقين ما يطايشش الأمور هذه يحافظ على منسكه كإنسان قد تغير طبعه هذا جمرة العقبة هذيتها جمرة العقبة خلن ناخده إذن في تار المراوحة مع ضيفنا سي سامي وبعد نتحدثه نرجع على بعد جمرة العقبة وأيضا مسألة الحلق والتقسير وهل يقوم بها أم لا نتعون إن شاء الله ناخده تفاصيل أكثر معاك سيدي الشيخ سي سامي إذن في الجانب التنظيمي يهم جدا نحن قلنا الحجيج قبل ما يوصل لساعة الميناء فالأكيد أنه فيما التنظيم طبعا على أعلى مستوى على مستوى طبعا خاصة يعني تأمين ووصول الحجيج إلى ميناء باش نتجنبه يعني ياكل الكارة اللي توصل في وقت ربما متأخر أو باش أنه ناس ضيعة وهل إذا كان فما شكون يضيعة خاطر ربما ما اخذاش بالتوصيات فالهنه شنوى توصياتك لسادة الحجيج باش أنه النفرة اللي باش نوصلوا بها إن شاء الله بعد من مزدلفة وبعد من مزدلفة طبعا خروج يكون إن شاء الله على أتم يكون من نوصله إن شاء الله الميناء ويكونوا حاجزنا إن شاء الله في أتم الاستعداد الصحي والجسدي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الموثلين شكرا لك مرة أخرى سعب الكريم احنا كنا حكينا في الحلقة السابقة وأكدنا على شنين المسائل اللي باش نطمنوا بها الحجي نعم أحنا باش نحكي ورحلة الحاج نستسمحك بتراجمينها إنه رحلة الحاج اللي انطلقت من عرفيت وخرج من عرفيت بالعلمات بالمرافقة ووصل الكيران اللي كان تحذمته وبعد يكن انتقل إلى مزدلفة وبعد باش يكمل يواصل الحاج دي ما عنده باش يكون معناتها بياه أنتو مرافع عنده إحاطة الكاملة إحاطة الكاملة حاجة يجب يطمين بها فيما المرحلة اللي احنا ديما نعتبروها مرحلة أصعب في الرحلة كاملة هي من مزدلفة إلى ميناء علش الصعب بمتاحها فيها رغم أنها المسافة ماش طويلة معتا ماش كبيرة برشا معتا متجاوز ستة أو سبعة كيلومترات في الفتاق في الترانسونة ذاكها فما ضغط كبير يكون على الحافلات بصفة عامة تدفق كبير تدفق كبير معناتها السلطة السعودية ما تعمل أنا نحكي ممكن سنة مثل الامتياز العدد تزغيد بش نقص شوية الضغطة ذاكها ما ديما الحاجة نقرح حسابنا فيه أكيد هكذا أو لا لا في الترانسونة ذاكها مثل البين مزدلفة وميناء وين مشيش الضغط السلطة السعودية عندها خطة مرية هي اللي تطبقها باش تحافظ على سلامة الحاجة وعندها بش تقعدين مضمونة يتلزفهش انه نغيره المسار العادي متاع الحافلات يترتب عليه شنو انه الثنية ذاك اللي في الظروف العادية تجم ما تجاوزش حتى 15 دقيقة تجم ما تنتد إلى أكثر من الوقت ذاك لك الحاجة شنو نقولوله نقولوله معناتها راهو يبدأ مطمين ما يحاولش يتأثر بياسر معناتها عنده مرافقة معاه يتبع فيه وعنده زادة في الطريقة ذاك كما قال الشيخ حافظ انه بش يلقى فما في الثنية مرافقين بالعلمات واخن معناتها خصصنا فريق متنقل على طول المسارة ذاك بالعلمات كشركة ما تخصصته نعم اللي هو اللي بش يعاون انه معناتها الكيران بالشجم توصل وين كفاء ثنية حتى في صورة ماء انه صار معناتها تغيير المسار من قبل الصورة بسبب الخطة المرورية بكثبت هذا معناتها نحبوها الحاجة يبدأ مطمين معناتها عنده تأثير كامل سواء في الحافلة يعني فما ظروف ميدانية احنا خرج عن نتاخل يتعاملوا معها يتعاملوا معها ويبدأ مطمين عنده وساعة البال حكينا سبق دولنا حكينا على وساعة البال الحاجة يتعلم يعني روح حاجة من مزدلفة الميناء كما ممكن يوصل لحدش متعليل ولا العشر متعليل كما ممكن يوصل بعد نصف ريال أو قبل الفجر يعني هذا يتلخص الكلام يزم يتهيئ في المسألة هذه المهم يوصل إن شاء الله في حسحة جيدة ويقدي نسوك متاع إن شاء الله نحن نحن بيتواصل مباشر مع المرافقين معنا كل حفلة معنا المرافق فيها وعن سواء نشكر زادة الأخوة المرشدين دينيين اللي هما بيدهم زادة يجيوا معنا ويرافقوا الحافلة اللي يخدم زوس اللي يخدم كمرش ديني ويرافق الحفلة ونكون باتصال باتصال بي سواء ما تنفي صوت ما إنه ما تملقاش الأثنية معرفش كفى أصل كل حفلة بيشلقى فيها مرافق ومرشد هي بطبيعة أي إن شاء الله ديني ما الهدف أن الحفلة بيشكون فيها معناتها من الجانب للتونس خاطر من الجانب السعودي المطوفين شي خاص يخصوا فيما مرافق تابع المكتب الخدمة الميدانية يكون موجود في الحفلة أما نحن تونس يحب يطمين كي يبدأ معاه تونس يكيف يطمين أكثر حتى نفس سنين يرتاح خير ويعرف كيف يوجه بيش عنا بيش نتواصله معاه وأي أشكال يصير له في ثنية ذيك الكل بيش يرجع عنا ونحن بيش نتبعوه بيش نتواصله معاه بيش الحاج يوصل المخيم ميناء في أحسن حال نعم شكرا لك نحن نرجع لك ناخذ مع شيخ حافظ إذن وصلنا شيخ إلى رمي الجمرة رجع للنزل واتقام بالتحلل رجع للمخيم رجع للمخيم فقام بالتحلل أصغر يقوم التحلل أصغر أنه يقوم يستطيع أن يلبس اللباس العادة التطيب ويحرم الجماع هذا التحلل الأصغر ولكن يظل على ذكره ويظل على عبادته طيب بعد التحلل الأصغر زاد بداية أنه يحلق أو يقصر هذا تنظيم أن الحلق والتقصير يكون بأمر ميداني ونسق مع لخيان المرافقين ثم أماكن في المخيم يكون يتم فيهم الحلق أو التقصير يعني يحلق ومن بعد يتحلل لا دوب ما يروح من جمرة العقبة يحلق أو يقصر ومن بعد يتحلل واضح طيب ويستطيع أن يخسل بالصابون لا يكون معطر صحي هذا تحالل الأصغر طوال لنبدأ في أيام التشريق أيام التشريق ثلاث أيام اللي بعد لقيت شو فيهم هذا فيهم الثلاثة الجمارات كل نهار لنرميه ثلاثة جمارات كل نهار عنا ثلاثة جمار عنا الجمارة الصغرى اللي هو المكان اللي يمشال اللي فيه جمارة العقبة اللي يمشال هذك أما رميه في شخص واحد اللي هو العقبة رميه جمرة العقبة نهار العيد نهار ثاني عيد اللي هو يتسمى أول أيام التشريق ما نحبوش نصعبوها الحاج لأن الأمور هذي روش نعودوها نهار حديش نهار حديش هرك عندك ثلاثة أنواع يعني أنت نهار عشرة رميه جمرة واحدة سبعة حجرات برك جمرة واحدة يعني رميه شيخص واحد صح موغود ولك بشترد ثلاثة شوخص في نفس الوقت سبعة سبعة هما بحث بعظهم أنت بشتخرج كالعادة مع الإرشاد ومع المرافقة بشتخرج بشترمي الجامرة الأولى الثانية الثالثة وبشتلقى أشكورين يستنى فيك ونمشيو منشيرة أخرى ثم نقطة مهمة يرجع المخيم طبعا بش يرجع المخيم مع المجموعة بشترميه زيدا أكد على أنه ابحث عن المجموعة بشترميه بشتخرج واحدك ولا تقول راني نعرف هذي لولاني ثاني حاجة وأهم حاجة سي عبد الكريم وهذه نقطة مهمة في ميناء احنا الفقه كنظريا قريناه ونعرف أنه رمي الجمار جمرة العقبة توقيت عند في مذهب لإمام المالك يكون من الفجر إلى المغرب والجمارات هذوما يكونوا من الزوال إلى المغرب ولكن هذا الكل وقت اللي الحاج يحط سيقه في ميناء روه بش ننساه الأمر هذا علش لأنه هناك تقنين لرمي الجمار السلطات السعودية هي التي تتكفل بتقنين رمي الجمار أي رمي الجمار يكون على أسس قانونية تفرضه السلطات السعودية على ما ترتقيه لصحة الحاج بش نبسطه نسهله بش نبسطه بش نبسطه مثل عقبة تفهمنا فيها بش نبسطه رمي الجمارات اللي هي بشكون الثلاث في كل في 11 و 12 و 13 بش عنا 11 و 12 اللي هو نجم 11 و 12 وما يوصلش لـ 13 هذي بش نبينوه اثنين أيضا بالنسبة للتوقيت يعني التوقيت هنا يكون قبل الزوال أم يسالش ما ينجم يكون قبل الزوال هذا شنو نحب يكونوا عمليين في المسألة وقت اللي نوصل للميناء عنا قاعدة معينة الرمي على مدار السع أيواش كل ما هذي ما ننسوهش بش غاديك ما يصيرش أمر أو لا هكما ما جبت الأمور الفقهية غلطنا فيها لا ما غلطناش فيها ولكن ذهبنا لكلية من كلية الإسلام وهي كلية الحفاظ على النفس نعم رنا قاعدين المخيم اللي تكون فيها الموفرة هنا لدى السلطات السعودية المخيم التونسي يكون مسكر نعم والخروج متاعنا في مجموعات يكون مقنن نعم ويكون بعد أمر من السلطات السعودية نخرجه بالمجموع ليل نهار مغرب نحنا ما نعرفوش الوقت يعني وهذا عليش خطر السلطات السعودية هي اللي تحدد التوقيت تقول لك رأو عندك هي اللي تنظم خطر كان يخرج الكل مع بعظم سي عبد الكريم يصير تدافع وصارت مشكلة قبل وصارت فيها بعجال يا شيخ إذن حداشت رمية ثلاثة إذن سبعة وسبعة وسبعة إذن أثناش سبعة وسبعة يعني في أثناش يعمل بالضبط اللي يعملوا فينا نفسه وغاديك المرشد مش يكون معاه شنو تقول وشنو تسمي وشنو تعمل ينجم يروح وقتا بعد ثم إذا نول تعجل إذا نول تعجل مع الظروف الميدانية غادي ورأو مشو الحاجنو تعجل يهزساك ويمشي واحده ما غير ما يعلم وخيان المرافقين ولا ما غير ما يعلم وخيان المرشدين يعني هكاكا عن نحن يتسمى ضايع مشو أنت تعجلت يقول التعجل رك أنت راجع بالنظر للي ماشينا معاك لهيكل المنظمة لسير الحج إذا تعجلت إذا تعجلت وإذا كان قعد من تعجل فلا إثم عليه وإذا كان حب يكمل ومن تأخر فلا إثم عليه لما نتقى فالتأخر يكون عنده نهار 13 سبعة حجرات سبعة حجرات سبعة حجرات نفس اللي عملوه لكن التوقيت هو اللي يكون هنا طبعا قبل الزوال التوقيت كما قلنا أحنا توى نتصور القعدة وضح على مدرسنا على مدرسنا التوقيت وضحنا التوقيت أحنا توى الحصة اللي قاعدين نقوم بها سهل اللي فقها النظر سيعاب الكريم وسهل أن نتكلموا لهنا وإحنا مرتاحين مش هذا مش استعرض عضلات فقهية و لكن رأنا مشكلتنا أن الحاج يروح لباس حاج يروح لباس يجب علينا أن نرمي على مدرسنا إذن الحاج يروح كمل هارثو الطاش وقته يرجع للنزل ويكون تحلل يكون توافل إذا قام بتوافل إفاظة قام بتوافل إفاظة فقد تحلل التحلل الأكبر توافل إفاظة هذا إذا كان احنا نقومه كل عادة نجمعه مجموعة ونخرج معها بإرشاد ومرافقة نخرجه بتوافل إفاظة أو إذا كان الحاج رأى في روحه أنه ينجم يخرج هذا بالتنسيق لازم يكون ولكن الأولى يخرج معنا بعد توافل إفاظة فقها يعتبر قد تحلل التحلل الأكبر وتوافل إفاظة هو رابع أركاني الحاج شكرا لك وذلك حدثنا فيه على كل حال في باب التواف في الحلقة مع الشيخ عزين ثامر سيب نختم معاك إذا كان على مستوى وليس يشري مفهم ماش من يشري ماكلة ولا كان جاعي يخرج يشري إنه في مخايمات الماكلة تجي كيفش تكون الظروف يعني يعاشة والتنقل خاصة اللي حب يتعجل كذلك سمحني أنت كبرشة أسرة وانت يحاول جاوب عليهم في نقطين سي محمد يقول معاش عنا وقت المتعجل اللي بشي يروح نهارة 12 واللي هي يكمل يحب يروح مفهمة يعني الوسائل النقلة اللي تأمله أنه يرجع للنزل أو لا جاوبني على هذا ما سمحني كلمة بركة كلمة بركة إنه الحاج يطمين يطمين بخصوص ظروف إقامته وظروف تنقله معنا المسألة التي محسومة ما حسمنا فيها بالنسبة لإقامته يعرف إنه تيويل إقامته في ميناء معناتها بداية من يوم عشرة عشرة حديش أثناش تلتاش ذوما الأربع أيام عنده زوجة بيت وجبة فطور صباح ووجبة سخونة وجبة العشية العشية وقتها الأربع الخمسة وجبة معناتها تنغمة مع المكان خطر مهما يكون زادة ما هوش في فندق ولا في مخيم عنده بالنسبة لإعاشته موجودة هو في بلاسته جي معنات المرافقين يعطيه الوقت يعرف الوقت يخطيش ويجيب وهلو حتكش ليديه واضح هذا بالنسبة لتنقل لو عوته للنزل نهارة 12 أو 13 بالنسبة لتنقل سواء كان من المتعجلين ولا الأشكال فيش أنه بالنسبة للمش متعجل خطر إجراء العادة أنه عدد كبير من الحجاج يفضل أنه يتعجل يتعجل يقول لك يقعد يخاف يقول لك يراء الكيران جي بش روح بش جيبولي قلت سين وغدوة ما يجيونيش يتهنى بالنسبة للي بش يقعد يتهنى راهو الكيران جي وكثر من هذا نسقه معه حتى الوقت اللي أخذت النهار 13 تخف حتى في مينة بصفة عامة حتى في توقيت معناته بشيء بيخدشين يرمي نسقه معاه سيو يحبين في الصباح معنا الأخوة المش دينيين حتى يقعدوا معاه نظمو له بش مناته هو وقت ما يحب يروح الكيران جي هذيك مسألة يتمين بيها يوم أثناء نرجع بالنسبة المروياء مثل نسميها النفرة الصغرى نفرة الصغرى هذي نرجع ديما نعرج على الجانب التنظيمي من ناحية مثل السلطة السعودية وخطة المورية التي تنظمها نحن في توقيت بداية حضور الحافلات من نجموش نجمو فيه حكم أنه مربوط بالسلطة السعودية نقوله لأي حاج نقوله يوسع بالو مرة أخرى وقت يجي ويبدأ الكيران جي تنعلموه وتو يروح وبإذن الله بلاستو موجودة ومروحه مضمون ما يقلقش نوحه فيه ما يبدأش خايف خطة نحن حجيش نبدأ حتى مع شي ديما الخايفين تقافر في المغرب هل ترى كان يوصل إذنالي المغرب كيف نعمل هذي يحب يطمين كان نو بإذن الله الكيران يروح يبدأ عنده كيف المرافقة متاعه تبعوه نوصلوه حتكش ميناء حتكش للفنادق فرما مسألة قبل الهذية نصيحة بالحق كما قال نصيحة هذية في طوال أيام عرض ميناء كل لطف بالنسبة للحجيشي حافظوا على قدر الإمكان على نظافة أكيد نحن راهي مسؤولية مشتركة نحن راهوا فيما فرق هي تحق حب خليوا السمعة الطيبة نحن كحجيش نحفظوا على الحرام بتاعنا كما حكينا فيه ما يحاول شي يتخلص منه تبقى تربي يتعدى كل الظروف طيبة ويروح الحاج يوصل يكمل منسكو كله ويروح الفندق بتاعه فرحان ونتمنى له بكل قلبي حاج إن شاء الله مبرور وضم أمين فيه 30 ثانية شيخ بالنسبة اللي يروح للنزل وهو في ميناء هنا شنوى الشروط إذا كان يروح ويرجع فمشكون اللي يحب يرجع للنزل لكن يحب يرجع شنوى الشروط طيب فيه 30 ثانية سمح الله يبيرك المبيت بميناء حقيقة المبيت بميناء هو تحقيق أغلب الليل بميناء با؟ تحقيق أغلب الليل إذا كان الحاج نقول له هو يقرر أنه مش يمشي وبعد ما يستفيه كل الشروط الجسدية والصحية ينجم يقول لك أنا راني النجم نمشي ونجي يقول له ركب اش تمشي نجم تطوف طوافلي فاطل وتتسمى تحلل التحالل الأكبر ولكن لازم ترجع الميناء قبل المغرب ويقول قضى نصف الليل في ميناء هو نوق نصف الليل في ميناء من المغرب إلى بعد منتصف الليل با؟ أغلب الليل يعني أنت كيجيت للميناء مع المغرب نجم بعد منتصف الليل ترمي إذا كان عنا معناها من السلطات السعودية أنه نخرجونا مش نرمي وقتها هاوك جيتك مواتية ترمي أنت الجمرة وتروح وترجع قبل أذن المغرب النقطة اللي قالها أخونا سامي أنه الكيران ما نعرفه وقته يجي بعد المغرب وهذه نقطة فقهية الحاجة يقول كينا مش توصلوني بعد المغرب وانا كيبش خرجت من ميناء بعد المغرب وأنا ما نويتش يعني لازم نقولوله النية تسبق العمل إن كنت نويت الخروج حتى جات الكيرانا بعد راك نيتك تظل صالح نعم شكرا لك شيخ بارك الله فيك هكذا نكون وصلنا نهاية الحلقة أكيد فهمت تفاصيل كثيرة يعني ما ذكرني هاش لأنه سبحان الله ما نقدروش في حلقة على عين المكان أكيد شاء الله على عين المكان تأخذوا شاء الله تفاصيل المهم الخطاب نقوله هو التطمين وانطمنوا إن شاء الله حجيجنا كل الأسألة إن شاء الله الفقهية والإيجابات إن شاء الله تلقاوها إن شاء الله على عين المكان شكرا لكم عزيزينا المشاهدين حاجيجنا الميمين إن شاء الله يكون حجمة برورة يتقبل مننا وإياكم أجمعين وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقات مقبلة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمل لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمل لا شريك لك لبيك